اشتركوا في القناة مش بس قصة انه سجلت هدف لكن كمان ما استقبلتش من المنتخب السنغالي وقلبت الدفة اللي كانت لصالحهم قبل المباراة بما انه هم تفوقوا في المواجهة الاخيرة في بطولة امم افريقيا ازاي بكرة السنغال هتلعبنا هتلعبنا بنفس الطريقة ونفس الاسماء اللي واجهت نفسها القاهرة ولا تتوقع يكون فيه تغيير في التشكيلة وفي الطريقة وبالتالي ايه الانسب لمواجهة السنغال وازاي او ايه هي الوسيلة اللي ممكن بكرة تقدم بيها الضربة القضية للسنغال على ملعبها هدف يتمنى المصريين مبكر يغير من سيناريو المباراة ويريحنا في 90 دقيقة اتوقع انها تكون عصيبة على كل المصريين خلينا ناخد رأي شريف سالم ضفنا النهاردة فيه السادسة وبالتأكيد هو عنده بالارقام وبالرؤية حاجات كتير وكلام كتير جدا يقولوا عن منتخب السنغال شريف مساء الخير قبل اي شيء متفائل ولا متشائم شايل الهم ولا حسس ان انت ذكرت التأهول ان شاء الله مضمونة لمصر بكرة لا هو يعني لا متفائل ولا متشائم يعني عنده فانس كده لحد ما يوصل بس ان نوصل الخمس عشر دقائي كده من الشوت الاول بكرة نبدأ الرؤية البيئة كان معي كابتن خالد مبراح كنت بقول انه اول ربع ساعة هتبقى صعبة جدا ولو عدين اول ربع ساعة دي من غير ما نستقبل اعتقد انه الامور ممكن تبقى في صالحنا بشكل كبير انا اتمنى اول نصف ساعة تعدي يعني اول ربع ساعة برضو لسه بيبقى الجيم قريب انا اتمنى اول تسعين ديئة تعدي بقى عشان يبقى من مضمونة امني شايف ازاي مطش بكرة وبداية خلينا نبتدي بالقاهرة يعني انت قريد طبعا مواجهتين في فترة زمنية او العيلة جدا مية وعشرين ديئة في نهائي بطولة امم افريقيا تسعين ديئة في مواجهة القاهرة متين وعشرة ديئة خلينا نعترف انه رغم القوة الضربة والقوة الضارية لمنتخب السنغال الا انه فشل بالارقام وانا اعرف انك بتحترم لغة الارقام فشل في انه يهز الشباك مصر على مدار متين وعشرة ديئة شايف انه بكرة ممكن يبقى فيه تغيير او فيه جديد؟ هو لو احنا روحنا للغة الارقام كلها هنلاقي ان الارقام مش في صالحنا والارقام كان فيها جزء كبير جدا حاطب فرت السنغال في حتة انها ممكن تسعين انا بكلم على اهم الرقم دلوقتي اهم رقم الاهداف طبعا اهم رقم الاهداف بس بتبقى فيها ارقام تانية بتحط انديكيشنز او بتحط مؤشرات انه الجيم ممكن يروح في حتة مختلفة لو في ظروف مختلفة بس خلينا نمشي معه ان الوقت ده المتين وعشرة ديئة دول بالوقت الضايع بنتكلم تريبا في متين وعشرين متين وثلاثين ديئة السنغال ما سجلتش في المبارات الفاينال وفي المبارات تحت الكامل مزبوط السنغال ما سجلتش ليه؟ ومنهم ركلة جزاء ركلة جزاء